حيث شهد مستشفى المعادل العسكري حالة طوارئ عقبات عرض رئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى غيبوبة استمرت لمدة ساعتين وأضافت مصادر خاصة في تصريحات للحياة الآن أن الرئيس الأسبق بدأت حالته في التحسن وأفاق من الغيبوبة كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مبارك لغيبوبة وأنه لا يزال تحت العناية المركزة وذلك لضمان خروجه من الوعك الصحية بسلام أضافت المصادر أيضا أن زوجته قامت بزيارته وأنه فور إفاقته من الغيبوبة طلب رؤية أحفاده والاتصال بنجليه بمجرد إفاقته